الحقيقة أن الدولة مصرية وهي رايحة في المساحات دي ما بتهتمش بالتصنيع بس يعني احنا وراء عملية التصنيع دي عملية زراعة كمان وعملية تأمين المحاصيل الاستراتيجية من خلال تأسيس مخازن استراتيجية كبيرة لتحقيق أن مصر تكون هاب أو منطقة توزيع كبيرة جدا للحبوب في الإقليم مصر هي بتتجه لده هي بتتجه للمستقبل ودايما أبدا احنا بنحاول نقول في رسائلنا الإعلامية فكروا في الدولة مصرية أنها لا تجابه مشكلات النهاردة بس إنما لو ما كناش خدنا خطوات سبقة من 2015-2016 ما كناش قدرنا نبقى وقفين على رجلينا النهاردة ولولا التطوير المستمر وفقا للستراتيجية التنموية 2030 في كافة القطاعات والمحاور وفقا للأولوية اللي بتراها القيادة السياسية للدولة مصرية ما كنتش هتقدر يتحقق على الأرض هذا التناغم بين الانتاجات أو الانتاج للقطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة مؤكد أن الدولة المصرية هي بتسير في هذا المجال حتى نصب أعينها تحقيق هذه معدلة صعبة أن تستمر في التصنيع أن تستمر في الزراعة أن تستمر في تحقيق الوفرة بعيدا عن فكرة الاستيراد المستمر أن تعملي نوع من أنواع إحلال هذه الحبوب إحلال هذه المنتجات الأجنبية ولكن في ظل صناعة وطنية احنا بنشوف المستوى التكنولوجي الهائي اللي بتدت حققه من خلال وبين على الشاشة يعني حتى المنتج هنا لو الناس بيشوفوه هو منتج مايفرقش خالص عن يعني الاستيراد اللي احنا كنا بناخده فأنت بتقلل الفاتورة الاستيرادية ترجمة نانسي قنقر